نبدأ من ما يظهر في عمق الصورة مباشرة وهي مستوطنة الامطل وأيضا موقع الامطل الذي يعتلي هذه المستوطنة منذ دقائق قليلة فقط رصدنا إطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه هذا الموقع الإسرائيلي ربما تم استهداف فكان يتحصن فيها الجنود ربما تم استهداف تجهيزات تجسوسية في تعتلي هذا الموقع وربما تم استهداف أليات داخل هذا الموقع الإسرائيلي وهذا ما عودتنا المقاومة أو هذه الأهداف التي تضربها المقاومة عادة خلال استهدافاتها للمواقع الإسرائيلية ولكن ما رصدناه مباشرة هو إطلاق نيران مباشرة من لبنان طالت هذا الموقع أو عمق هذا الموقع تحديدا لا نعلم طبيعة الهدف حتى هذه الساعة وبانتظار اتضاح الصورة بشأن هذا الاستهداف الأخير الذي رصدناه منذ دقائق عدا عن ذلك أيضا تحدث الأعلام الإسرائيلي عن دخول طائرات مسيرة إلى الجولان السوري المحتل وهذه الطائرات ربما تكون أطلقت من لبنان وربما تكون أطلقت من سوريا أيضا لا تفاصيل حتى الساعة بشأن هذه العملية أيضا ولكن لدينا حتى الساعة عملية أعلنت عنها المقاومة الإسلامية في لبنان وهي عملية بارزة هنا في القطاع الشرقي تحديدا مقابل بلدة الوزاني اللبنانية حيث تم استهداف تجمع لجنود الاحتلال وتحقيق إصابات مباشرة في هذا التجمع ولذلك الاحتلال عمد بدوره إلى تكثيف القصف المدفعي على محيط بلدة الخيام هذه البلدة الجنوبية هنا أو محيط بلدة الوزاني أيضا والقرى المحيطة بها وعمد بعد ذلك إلى استهداف بلدة الخيام بغارة من الطيران الحربي الإسرائيلي الذي استهدف منزلا كان مستهدفا سابقا بالأصل ولذلك تستمر هذه الاعتداءات الإسرائيلية على أطراف القرى الجنوبية تحديدا كان هناك أيضا أخيرا غارتان من الطيران الحربي الإسرائيلي باتجاه بلدة عيطرون أحد هذه الغارات استهدفت منطقة كان قد استهدفها طيران الحربي الإسرائيلي سابقا بصاروخ لم ينفجر أعاد استهدافها اليوم كذلك كان هناك عدد من الغارات الإسرائيلية بالطيران الحربي استهدفت أطراف عيت الشعب ومروحين وعلم الشعب أيضا عدا عن قصف مدفعي استهدف سهل لخيام هنا أمامنا مباشرة ومرون الراس والنقورة سهل لخيام هذا السهل الذي يستهدف يوميا تقريبا بعدد قليل من القذائف نعم ولكن هذه القذائف تهدف فعلا إلى إخافة المزارعين الذين يلمون ويذهبون إلى حقولهم في كل يوم ويزرعون هذه الحقول وهذا ما يزعج الاحتلال ولذلك يطلق هذه القذائف بهدف تخويف هؤلاء المزارعين إذن هذه هي حال الجبهة حتى هذه الساعة عمليات المقاومة باتجاه المواقع الإسرائيلية نرصدها ساعة بساعة لذلك هذه العمليات مستمرة وأيضا في المقابل الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة ويعمد الاحتلال إلى استهداف المنازل خصوصا في القرى الجنوبية عبر الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي أحمد